صباح الفول عليكم نهاردة نتكلم عن البرفيوم و كيف نضع البرفيوم علينا طبعا نحن كل واحد مننا له طريقة معينة بيضع بها البرفيوم عليه فيه طرق منها صحة فيه طرق منها غلط لكن الناس لما بيضعوا قواعد الموضة والأزياء والأناقة والكلام ده كله طلعوا شوية قواعد كلا نضع بها البرفيوم على جسمنا بحيث ان احنا ما نتعبشي و في نفس الوقت ناخد افضل استفادة من البرفيوم و نحن بنستخدمه اول حاجة ان احنا البرفيوم ما نحاولش نحطه على الجلد بتاعنا خالص لان ممكن يسبب التهاب او تهيج و احنا طبعا في غيرنا عن الموضوع ده تاني حاجة احنا نعكين كما بنسبحنا كرجال يعني دلوقتي انت عشان تحط بيرفيوم علي جسمك بتحطه ازاي؟ حدده كمس مناطق الانسان يحط فيها البرفيوم علي جسمك اول حاجة المنطقتين دول تمام؟ اللي هم اللي حوالين الرقب تاني حاجة المنطقتين دول اللي هم اللي عند الكتفين تالت حاجة اللي هي خامس منطقة اللي هي المنطقة اللي في ظهر الرقبة و الناس كتاعة تستغرب الموضوع دوت لكن هم قالوا ان اللي بتحطها في ظهر الرقبة فانت لما بتمشي في اي مكان انت بتكون اه زي ما تقول ايه الريحة وراك لأ يعني اعمل ريحة لطيفة ليك فاللي هو يعني ايه فلان ده لأ ده عدة من هنا فبكل بساطة هنجرب عملي بقى اول حاجة حطينا ونبدأ عن الجلد زي ما قلنا اكده عند الكتف الكتف التاني وعند وعند الرقبة اسفل الرقبة من ورا ده طعم نزول انت تلبس تشريف مثلا زي حالتي لكن لو انت لبس قميص فقال لك لا ممكن تحط بدل على الجنبين دول اللي هو على حولين الرقبة لا ممكن تحط على الكولة الياء بتاعت القميص من الناحيتين بس قدر ان كان زي ما قلنا ابعد البرفيوم عن الجلد حتى ما سيبش التعب يعني حتى يبين واضح ان العلامات انا بعيد عن الرقبة خالص دي الطريقة اللي احنا بنعمل بها البرفيوم وازاي بنستخدمه وازاي بنحطه افضل استخدام لنا مش بقى بخ 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 ونعد ندار بغي الدنيا بالبرفيوم بتاعنا ولا ان احنا نحط في اماكن غالقة نحط تحت الباط وتعلق تحت الباط انت بتحط ديودرنت مزيل عرق وبس مفيش حاجة عطور بتحط في المنطقة دي واتمنى ان الفيديو داي يكون فاتكو زي ما انا استفدت قبل كده من القاعدة لما عرفتها واول ما عرفتها قلت اقلق عليها مع السلامة موسيقى